يا شيخ أفضل الله عنه ذكر البخاري في كتاب يوم الجمعة حديث قال عن نبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ونحن حوله فهل يدول ذلك على مشروعية التحول أو الالتفات إلى الإمام حتى لو كان في طرف الصف لا هذا معنى حوله يعني أننا نحرص على أن نكون قريبين منه ولسه معنى أنهم يتحوطون عليه أو يستجيعون عليه إنما فيه أن الرسول عليه عليه وسلم كان يخطب ويحرصون على أياته قريبين منه وإلا فهو يخطب الناس وهم على صفوفهم بل ورد حديث ورد يدل على النهي أن نتحلق يوم الجمعة لما في ذلك أن نتضيق على المصلين في المسجد وفيها أيضاً ما توهمته من أن المراد أنهم يتحوطون حوله ويتحلقون حتى لو كان الالتفات بالرأس حتى لو كان الالتفات بالرأس لا الالتفات بالرأس لا بأس يعني أن ننظر الإنسان بالخطيب هذا الخطبة هذا لا بأس به بل هذا طيب لأنه يشب انتباه الإنسان أكثر وقدروا عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم نعم ترجمة نانسي قنقر